السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نقوم بتناول نقطتين النقطة الأولى هي كيف نقوم بالتعامل مع الروابط الغير معرفة في الأبليكيشن الخاصة بنا والنقطة الثانية وهي الأولوية في الروابط إذن نبدأ بطريقة معالجة الروابط الغير موجودة لدينا هنا في هذا الأبليكيشن البسيط لدينا هنا هذا الروابط Home لدينا هنا About الآن لدينا التست والبروفايل كلا هذين الروابط غير معرفان هنا في الروابط عندنا في ال View Router إذن لو نقوم بزيارتهم نلاحظ لا يتم حدوث أي شيء هنا اليوزر سوف يكون محتار نوعا ما هل هذه الروابط غير موجودة أم أنه هناك مشكلة في الأبليكيشن إذن حتى نقوم بإخبار اليوزر أن هذه الروابط غير موجودة وغير معرفة عندنا في الأبليكيشن سنحتاج أن نقوم باستخدام هذه الطريقة التي يوفرها لنا ال View Router إذن نحتاج أن نقوم بتعريف راوت بهذا الشكل الباث الخاص به يجب أن يكون نجمة بهذا الشكل الآن أي راوت غير معرف في الأبليكيشن الخاص بنا سوف يتم عرض لنا هذا ال Component هنا Not Found إذن Not Found نقوم بعمله Import من المجلد Views ولدينا الملف 404.View وكconvention يعني شيء متعارف عليه في الفيو جي أس عندما نقوم بإنشاء component Not Found نسميه بهذا الاسم 404.View إذن بسيط جدا component بسيط جدا الآن كما نلاحظ نحن هنا في البروفايل سوف يتم عرض لنا هذا ال Component 404.View Not Found وعندشيء بالنسبة للتست والآن اليوزر سوف تكون لديه نظرة أفضل بأن هذه الراوت غير معرفة في هذا الابليكيشن إذن كانت تأتي النقطة الأولى فيما يخص ال For or For Page الآن ننتقل إلى موضوع الأولوية نلاحظ هذا ال Path هنا وهذا ال Path أو هذا الراوت وهذا الراوت لهما نفس ال Path أو نفس ال URL slash about slash about لكن هذا يقوم باستدعاء ال Component About إذن About Page ولدينا هنا هذا الراوت هنا يتم استدعاء لنا About To المعرف هنا إذن أي ما سوف يتم عرضه عندما يقوم بزيارة slash about هل يتم عرض لنا About أم About To نتأكد إذن يتم طباعتنا About Page هنا نتحدث عن موضوع الأولوية في الراوت الذي يكون في الأعلى هو الذي لديه الأولوية أو الذي نقوم بتعريفه أولا هو الذي تكون لديه الأولوية في الظهور بمعنى لو قمت بأخذ هنا هذا الراوت ووضعته هو أولا الآن المفروض عندما أقوم بزيارة slash about يتم عرض لنا About To وبالتالي يتم عرض لنا About To.Page إذن كما نلاحظ الآن هنا لدينا About To Page لو نعود إلى السابق إذن سوف نجد فقط About Page هذا هو موضوع الأولوية في الفيورابتر بكل بساطة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر